وعندنا إمكانيات كبيرة جدا جدا تؤهلنا نحن نقدر ننقل نقل يليق باسم مصر ويليق باسم النادي الأهلي أو مباراة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك خلينا برضو نتطمن على ماذا سيحدث غدا إن شاء الله في نقل المباراة من ناحية الكاميرات من خلال دكتور خالد عبد العاطي مخرجنا الكبير اللي حيخرج مباراة غدا إن شاء الله دكتور خالد إزاي حضرتك يا دكتور الله يخليك إزاك إمتا كابتن إزام وحيشنا جدا دايما يا رب الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله بالتوفيق بكرة مباراة مهمة مباراة صعبة مباراة بنضع فيها اسم مصر أمام العالم كله يا دكتور والله يا كابتن إزام زي ما فرقت الأهلي أو فرقت إزاما لك تعمل أعداد نفسي أنا كذا بأعمل أعداد نفسي فعلا أنا والله يومين في البيت ما بغربش ما يعني بزبط شغلي براجع كاميراتي براجع الاسسين اللي أنا هامش بيه بص حضرتك يعني أنا يعني هقول له حضرتك على حاجة هو فيه حكم أو قاضي للملعب مظبوط بالتالي الناس لا تعرفش إن البفتوض إن فيه صادي للمشاهدين هو بيظهر بيظهر كل ما هو جديد وكل ما هو كويس على شاشة التلفزيون وخاصة إن بكرة مش هيبقى فيه جماير يعني أنت عارفها عمليه هتبقى أصعب أصعب طبعا لأن أنت حاولتين الصورة كاملة واضحة بكافة مشاهدي مصرف بكل انتباعتهم مش أهم للمالك بس نعم طبعا يعني حناك عمل معسكر بالك يومين والله فعلا فعلا دي يومين ببخروبشي بعمل شغلي لدرجة إن قبل ما حضرتك تتمنني كنت بتطمن على الكيرين إذا كان عم بكيبه ستة متر ولا تمانية متر ولا عشرة متر رجعت الستوز الثامن نتطور قال لي لأ أنا عايزه عشرة متر بعدد ويت عشان أقدر أشتغل فيه بشكل كويس بشكل بوجدي رجعت الاثناشر كاميرا الموزعة في كافة نحاق الملعب بشكل متوازن بقي مصرات أوروبا كده بالضبط طب دكتور خلال الفترة اللي فاتت كان هناك بعض الانتقادات بتطول التصوير أو تصوير المباريات في مصر لكن خليني برضو أنا ساعة ببقى بصدق أتفاض 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 أتفاضح حتة الانتقادات لبعض المخرجين لأنه طبعا بعض المخرجين وليس الكل نعم لأن كل واحد فيه جسم معين في طريق عمل وطريق شغل وطريق انتماء نعم إنما مش الكل لأن حضرت أنا اشتغلت مطشوات أهل الزمالك في مطشوات كثيرة اشتغلت مع الزمالك في مطشو النهاية أفرصة بتاع الزمالك سانداون سانداون اللي أنا بشتغل اللي بنشتغل فيها اللي هي بتاع أفريقيا أنا بتاع مم فحضرتك فحضرتك يعني كل واحد آآ مننا ليه أخطاءه ليه حسناته فالمفروض إن الجمهور ما يعمموش السادة المحللين كمان بعمموش يقولوا كلام آآ أخطاء يحاسم طب انت عندك صحاب بكرة حيابوا موجودين عشان تجيب صورتهم على الكاميرا ولا لا بصوا هقولنا حربكONGلاج أنا أنا من النوع اللي بحب أجيب ثالث أشمال او ثالث أيضين أنا أنا من النوع اللي آآ آآ احنا ضربزapolis معين في الخيار اللي هتغل بكرة نشام رشاد الشامل ذู Floor المسئول عننا طبعا اني يقول لك ان رقم واحد أعضاء مجلس القزارة علشان نستعرفين من مجلس القزارة مقواكس نعم ،، وراقم اثنين ان الكاميرا دايما تبقى في الث Koll offered Al saikam, Prozent درجة تلك يمين. لان هم دول اصل الكرة. بس ده لو فيه لو فيه مباريات. ما انا بقول لحضرتك دول اصل الكرة. لو فيه جماهير يعني اصد. اه بالضبط. انما ما انا بقول لحضرتك دول اصل الكرة. اه. انا كده كده بيبقى نسبة اه مسلا ثمانية وثانين ستمية بتبقى دايما كرة في الملعب. ام. الحاجة الحاجة الثانية اللي احب نوح لها من كنال برنامج. نعم. يريد تستاذ المعلقين انا انا من طبيعتي ان انا بحافة الليف. دايما تيبقى على اعادة. تيبقى فيه فاطر توقفات اول كرة خارج الملعب. نعم. انما ده ما 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 جل بقى بصد المعلقين اتفا فينا. انه ممكن يقولك ايه. اه اص المخرج معاش. هو المخرج مش عايز يعيز لي. اه يعني حضرتك بتقول الناس اللي هتعلق بكرا. ان ان شاء الله. احنا بنعيد في الوقت اللي بيبقى فيه الكرة وقفة أو فيه إصابة لقدر الله أو حاجة نعم نعم بس عشان قطر برضو ما يحطناش احنا تحت ضغط من السادة المستمعين والمشاهدين أن احنا أخرنا الأعادة ليه يعني دي برضو من ضمن الحاجات ايه تانية دكتور عايز تقوله برضو من خلال قناة النادي الأهلي عايز أقول حدوثك أن الحمد لله عند 11 كاميرا بكرة ونزعينا على كافة أرجاء المرعب الجديد أن فيه كاميرا هتبقى بالنحية العاكسية هتبقى زي الكاميرا الضغطية أو المساعدة هتنزل أرض الملعب تجيب بالزاوية العاكسية كل النقاط الضيقة أو الضعيفة اللي ما بنعرفش نجيبها بالكاميرا المساعدة العادية حضرتك هتبقى فيه كاميرا في زاوية 45 في أعلى مدرج أو أعلى نقطة في الأستاذ عشان تجيب طرد المنظر الجمال للأستاذ الحاجة الثالثة والأهم من كده يعني دي من خلال برنامج حضرتك مفيش حاجة مش هتحصل في الملعب إلا واجبها إلا حاجة واحدة بس كل ما هو أي حاجة أنا بكلمك بأمانة أنا كمواطن مصر يعني مخرج وراجل مسؤول عن قصة عمل ومواطن مصر أي حاجة أي حاجة تبقى خارج إطار الضعب أو الضانون أنا مش هجبها هيقول لي أنت مش مهني أقول لي بص دي النقطة الوحيدة اللي ما بقى ما ينفعش فيها بقى ماتنة لأن طبعا مش عشان أنا بتتكلم عن حضرتك لا أنا بتتكلم عن حضرتك مش عشان حضرتك عايز تشوف مشكلة كبيرة هتخلي العالم كل يترج عليها ولو ما جبتاش أنا مش مشكلة لكنك ممكن أنا مع حضرتك أنا مع حضرتك في النقطة دي دكتور خارج ولكن دايماً بيبقى عندنا مشكلة وإحنا بنحلل المباريات خصوصاً ما بعد المباريات في معرفش بقى هل هي زاوية ولا كاميرا بتتحط مخصوص لكشف مصيات التسلل هل من الممكن أن احنا نشوف ده بكرة ولا هيبقى برضو صعب نتعرف بيبقى لها كاميرا خاصة يعني هناك حاجة صعبة هو حضرتك بص حضرتك المشكلة وعلى سبيل المثال اللي حصل في مطش الزمال كل ما أول نعم حضرتك الكاميرا الوحيدة هو طبعاً الزميل الصادم كان مفتك المطش أستاذ حاسب ممكن ما يكونش يتنبع لها أنا واحد من الناس لسه بنتعلم ومن المطش ده أنا تعلمت منه حاجة جديدة لأن دايماً نحط الكاميرا الرئيسية على جهاز الأعادة الأول ما يكوناش بالخطاها ليه؟ لأن لو ظهرت كورة زي اللي حصل في مطش التقاولين ما فيش كاميرا هتجيبها إلا الكاميرا الرئيسية اللي موجودة بالخطوصة في الملعب فقط ده أجير نعم أما الثمنتاشر عمرها الزاوية بتاعتها عمرها ما تقدر تكش بتثلت طبعاً حضرتك لا يعني أنا بجهت كل ما تتكيله نعم يعني وأنا قاعد معي ورق أو ألم بتكتب كل الكلام ده لأن أنا بقول لحضرتك كنت لسه بتكلم مع حضرتك يا دكتور أو عن أن العالم كله حشوف هذه المباراة وبالتالي نريدها قمة تليق باسم مصر وتليق باسم هذا الكيان الكبير الحقيقة ما سبيلو في الأصبر جهة عالمية موجودة في ثلث الوطن العرب نعم فلازم اللي يمثل هذا المكان يكون جدير وقدير على أن يلتك أن المكان ده لسه موجود فيه ناس بنتعلم وبنعلم عشان تقصر أحنا ما بيشبر ستة بس يا صاحب وفريقين كورة آه فمصر وعلى فكرة أحنا برضه كانوا بيستعينوا بينا أو تحد هذه البعضة أنه عايزيننا نشتغل كمان في شغلة أفرق نعم يعني أهنا مش ملايبين ولكن هي القصة وما فيها عملية البعض البعض نعم العملية التسكية الثانية بها اللي أنا عايزة أوضح من خلال فرزام تفضل لفن أن حضرتك أنا معي الوحدة HD أنا معي وحدة دين على أكثر نعم الـ HD والكاميرات HD والشغلة تتطرز عليه ولكن قصة أن الصورة توصل لحضرتك HD دي مش بتاعت التلفزيون ولا بتاعت الوحدة آه بيها عبارة عن تاوصبات دي فرقة أننا هنوصل عن طريق الأمر الصراعي لكن أنت اللي عايز تقوله حضرتك أن إحنا بكرة HD ده كل الكاميرات بتاعتك كلها HD كل حاجة جاهزة HD كل حاجة جاهزة يعني كل حاجة جاهزة HD عشاناً لما توصل لأي مشاهد HD دي أو دي جسل دي مش مشكلة توعدة تزعى خارجية أو مشكلة نأة بس دي الجزائع اللي أنا عايزة أهضحها للسر برضو دكتور الناس الناس بتبقى عايزة تعرف وقت التغيير تغيير اللاعب يعني مثلاً إسلام الشاطب نزل وفلان خرق خرج فبتبقى محتاجة تعرف برضو مين اللي خرج ومين اللي نزل الحاجات دي حضرتك طبعاً أستاذنا فيها وعالم في الأمور ديك بشكل جاية فضل دكتور نساء فضل أحنا عندنا حاجة سمع ثلاث محذير نعم رقم واحد الكرت الأسفر نعم أو الطر مظبوط مظبوط رقم ثلاثة الوقت الطائع نعم دول مسلس بنتميهم المحذير ودول بيتأكدوا علينا قبل أي مصر عشان تستطر نشتغل من خلاله نعم أنا لو ما جبتش انظار جبتش تغيير ما جبتش وقت بدل ضايا يبقى تتكسر النقاط مني وبتعتبر بنستغلي أنه ده جزء من الفشل نعم نعم عشان كده بقول له حضرتك دول أهم سلاث حاجات يعني نتمن بكرة دكتور خالد إن احنا هنشوف حاجة طليق باسم مصر وطليق باسم النديين الكبيرين بإذن الله تعالى إن شاء الله دعواتكم معنا إن شاء الله نعمل بطش كويس وبرضو بدا والسادة المشاهدين أني أنا مش هسيك حاجة في أرضية الملعب سواء فنية سواء إدارية سواء أهداف سواء سواء إلا حاجة واحدة بس إنه لو حصل لقد الله أي مشكلة مش هاجبها أنا بس حبيت إنه أنا أوضح للسادة كل المشاهدين عشان يبقى عندهم خلفية إن ليه المخرج ما بيجي أصر المخرج ألا ولا أصر المخرج زمالكاوي طب أنت ألاقي ألا زمالكاوي يا دكتور ولا مش فرقة معاك أنا لا لا بص بصة بصة كابتن أنا ساعد لما بقعد على الجزء تبدأني تبدأني والله أنا بنسى إن أنا بنسمي لأي فرقة مصر أي إنما لما بقعد على الجزء أنا أنا دلوقتي بصر أنا قلت لخضوطك في المقام الأول إن أنا ببقى قاضي بقى تظهر طورة نعم لكافة المشاهدين نعم في عندك حضرتك معلوية في عنده أهلوية في زمالكوية في التحادية التحادوية يعني في كل الأطياب تتفرج على البطر طبعا طبعا ده بكرة إن شاء الله أنا متخيل 300400 مليون واحد ممكن يتفرجوا أو أكتر كمان شوف حضرتك يبقى دي يبقى حق إن أنا عامل فتر بتحادات ولا بعملش فتر لا واضح جدا أن أنت عامل معسكر مقفول نتمنى لك يا رب كل التوفية دكتور خالد إن شاء الله تعمل لنا حاجة بكرة وأنا متأكد إن شاء الله أن احنا حنقدر نعمل حاجة بتعاون الجميع وعلى رأسهم حضرتك وبقية الجهاز المعاون معاك إن شاء الله كنت نساء مشاكرين جدا بالتوفية يا دكتور وإن شاء الله كل التوفيق لحضرتك بكرة إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور خالد عبد العاطي مخرج مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك